اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من دورة تعليم برنامج اكسل المستوى الاحترافي في المحاضرة السابقة شرحنا كيفية تصميم برنامج رصيد الاجازات ووصلنا الى تصميم جزء من هذا البرنامج اللي هو ثلاثة اشهر وطبعا بنفس الطريقة يتم تصميم الاشهر البقية بهذه المحاضرة راح نتطرق على كيفية برمجة هذا البرنامج في البداية لازم نعرف كم مصطلح طبعا توجد عدة انواع للاجازات في الدوائر سواء كانت انه دوائر رسمية حكومية او شركات اهلية وفي الاغلب يتم استخدام هذا البرنامج في الدوائر الحكومية مثلا عدنا اجازة مرضية وطبعا يرمز لهذه الاجازة حرف ض ومثلا اجازة ايفاد يرمز لهذه الاجازة حرف ي طبعا هذه الاجازة المرضية يوجد رصيد لها بمقدار 45 يوم وطبعا هذه ال45 يوم تكون براتب كامل اجازة ايفاد طبعا في هذا النوع من الاجازات يكون الشخص غائب عن الشركة وبسبب ايفاده الى مكان ما وطبعا يتم تكريمه بمبلغ اضافي تعويض عن اتعابه في السفر النوع الاخر اللي هو اجازة اعتيادية اعتيادية يعني اجازة راح تكون من ضمن الرصيد وطبعا الرصيد السنوي للاجازات يكون مختلف من شركة الى شركة ولكن غالبا ما يكون شهر او 30 يوم اي ان 30 يوم اجازة تكون من حق المنتسب او الموظف لمدة سنة كاملة وطبعا يتقاضى راتب كامل في حال لو اخذ هذه الاجازة ضمن فترة الشهر وطبعا هذه الاتعادية يرمز لها بالحرف عين وتوجد الكثير من الواع مثلا اجازة امومة وترمز لها مثلا ميم وطبعا مثلا اجازة بدون راتب تكون عادة هذه الاجازة للسفر الطويل او ممكن لإكمال دراسة معينة او لاغراض اخرى وتكون هذه الاجازة بدون راتب وتكون مفتوحة الوقت طبعا اغلبها نحن راح نشرحها ان شاء الله في هذا البرنامج ولكن الاهم اللي هي الاعتيادية الاجازة الخاصة بالثلاثين يوم هنا هذا الرصيد هو يمثل الرصيد الاعتياديات وحتى نحسب الاعتياديات لازم نطبق دالة كاونتف طبعا تم شرحها في المحاضرات السابقة في المستويين الاول والثاني هذه الدالة هي تحسب عدد النصوص بشرط معين يعني بنوع معين مثلا احنا راح نحسب عدد الاعتياديات عدد الاعتياديات لكل شهر عدد الاعتياديات المأخوذة راح تكون هنا في مجموعة اعتياديات كانون الثاني نحدد هذه الخلية ونروح على الصياغ ومن ثم دالات اضافية ومن ثم احصائي ومن ثم كاونتف راح يطلب من عندنا البرنامج رينج اللي هو عدد ايام الشهر طبعا راح يحدد وفي المطلب الثاني اللي هو الشيء المراد حسابه او النص المراد حسابه وطبعا اكيد عين لان احنا عدنا مجموعة اعتياديات وقلنا الاعتيادية راح نرمزلها بالحرف عين ومن ثم موافق راح يطينا نتيجة واحد لان هنا المنتسب محمد اخذ اعتيادية يوم واحد لنفرض اخذ اعتيادية يوم اخر وطبعا اكيد راح يبدي البرنامج يعدنه عدد الاعتياديات لهذا الشهر طبعا وهكذا نقدر احنا نسوي هاندل لبقية الموظفين بنفس الطريقة نجري الاعتيادية للشهر الاخر طبعا هنا هذا الشهر ايضا بنفس الطريقة طبعا بما انه استخدمنا هذه الدالة مؤخرا فراح تروح الى العناصر المستخدمة مؤخرا ونلقاها في count if طبعا راح نحدد البيانات لهذا الشهر للمنتسب محمد بعدها راح نكتب بالشرط المراد حسابه حرف عين لان احنا راح نحسب الاعتيادية وطبعا اكيد هاندل نختبر الدالة مثلا هنا راح تكون عين وهنا راح تكون عين نلاحظ انه الدالة يتم العد بشكل جيد وسليم بنفس الطريقة الشهر الثالث والرابع والخامس احنا طبعا بالفكرة حتى لايكون الدرس طويل جدا راح نشرح لي ثلاثة اشهر وبنفس الفكرة تشرح لي بقية الاشهر طبعا من العناصر المستخدمة مؤخرا ونجي الى count if وطبعا يحدد الشهر كامل وطبعا عين ومن ثم موافق وطبعا هاندل ايضا نختبر الدالة نلاحظ انه الدالة تعد بشكل جيد الرصيد الرصيد حاليا لالفينة تسعة عشر يساوي انه تلاثين ناقصا مجموع اعتياديات الاشهر الاثناش الرصيد يساوي انه تلاثين اللي هي المنحة السنوية للمنتصد منحة الرصيد ناقصا مجموع الاعتياديات اللي هي رح نرمز لها عين مجموعة الاعتياديات المستقطعة خلال الاشهر الاثناش الماضية نطبق هذي المعادلة بشكل مباشر طبعا بالبداية انه احنا لازم لا ننسى انه اهنان عدنا عملية جمع وعدنا عملية طرح في هذه الخلية تحدد الخلية الاولى نصعد بالاعلى ضروري انه نصعد بالاعلى وطبعا نكتب المعادلة التالية يساوي ثلاثين اللي هي المنحة السنوية اللي هي ثلاثين يوم ناقصا ثلاثين ناقصا هذا الرقم ناقصا الاعتيادات الخاصة بالشهر الثاني اللي هو هنا راح يكون ناقصا الاعتيادات الخاصة بالشهر الثالث وطبعا وهكذا ناقصا الشهر الرابع والخامس والسادس والآن نوصل للشهر معاش بعدها نضغط على انتر قبل لا نضغط انتر نعيد العملية في الخلية الرصيد للمنتسب الأول اللي هو محمد يساوي ثلاثين ناقصا مجموعة الاعتيادات لكل شهر طبعا تحدد ومن ثم انتر طبعا رصيد محمد هو أربعة وعشرين يوم ولو أخذ إجازة زمنية نلاحظ أنه راح يصير ثلاثة وعشرين وهنا راح يصير عندنا اثنين وعشرين طبعا كل ما هذا الرقم يزيد كل ما الرقم الرصيد راح ينقص وطبعا بنفس الطريقة نسوي هاندل للبقية نلاحظ أن المنتسب أحمد عبدالغفار عدة ثلاثين يوم بسبب أنه ما ما أخذ أي إجازة اعتيادية ممكن أنه نحاول نجرب العداد تمام جدا أدنى أحمد ناظم أيضا ممكن نضي إجازة وهكذا طبعا الفكرة سهلة جدا وبسيطة جدا وإن شاء الله في المحاضرات القادمة راح نشرح بقية الأمور المتعلقة في برنامج رصيد الإجازات نلتقيكم في المحاضر القادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر